الحاجة أم الاختراع كانت هذه الحكمة ولزالت عنوان المرحلة الحالية في ظل الحجر الصحي والمنزلي استحولت الكثير من الفعاليات اليومية إلى فعاليات يجب تدبرها من داخل المنزل في دول مختلفة هذه الفعاليات شملت كل شيء من الأعمال إلى التسوق ففي قبرص مثلا صدر قانون بمنع تمشية الكلاب للحفاظ على انضباط الحجر المنزلي وبناء عليه قرر أحد الأشخاص في قبرص اختراع طريقة جديدة لمربي الكلاب يستطيعون من خلالها تمشية كلابهم دون مخالفة القانون وقام بتصوير الطريقة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعية صاحب الفيديو حول طريقة المشي مع كلبه في زمن الكورونا إلى طريقة آمنة باستخدام طائرة من دون طيار فلنشاهد هذا المقطع حاز على العديد من التعليقات والمشاركات وكان منها شهين بحشة الذي كان له مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي قال طب قد انتو عرضتوا حياة الكلب للخطر افرد الكلب اتعدى بالكورونا من حد برا اما بلال فقد لفد الانظار لشيء اخر وعلق طب شو بالنسبة الى الصور بالفيديو وحافظ كان له ايضا تعليق على هذا الموضوع انتو عارفين انه لو الكلب فلت الطيارة ما هتسيطر عليه العديد هنا كان له ايضا مشاركة طريقة ذكية ومريحة انا هستعملها حتى بعد ما تخلص ازمة الكورونا